يعاني خريج الكليات المجتمع والديبلومات سواء في المجال الصحي أو الفنية أو مجالات الحاسب الآلية وغيرها الأمرين بعد التخرج وتذهب وعود المعاهد التي تقدم خدمة أدراج الرياح عن ضمان الوظيفة والطريق المفروش بالورود إلى العمل والحصول على العمل بدون عناء حيث يجد المتدرب نفسه على الرصيف بعد التخرج الجدير بالذكر أن هذه الكليات تقدم برامجها بناء على تراخيص من الجهات المعنية والمسؤولة لأنها الأضرى بحاجة سوق العمل والقطاع الحكومية لهؤلاء المتدربين فالمعاهد الصحية تأخذ التصريح من وزارة الصحة ومعاهد الحاسب الآلية من مؤسسة التعليم الفنية وكذلك معاهد تعليم اللغات الإنجليزية وغيرها ومن هنا نتسأل على أي أساس يتم إصدار التراخيص وإعطاء التصريح إذا كانت الوظائف غير متوفرة لهؤلاء الخرجين وما الفائدة التي سيجنيها الطالب أو الطالبة من هذه الدراسة خاصة إذا كانت وزارة الخدمة المدنية لا تعترف بهذه الشهادات مطلقا ولا بالجهة التي منحتها